بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من هو الإمام جعفر الصادق؟ هل كان محدثاً ويعلم الغيب؟ هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة مواضيع عن الإمام جعفر الصادق تحدثنا في الحلقتين السابقتين تحت عنوان هل كان الإمام جعفر الصادق إماماً معيناً من قبل الله؟ وفي الحلقة الثانية هل كان حجة من الله؟ وهناك حلقات أخرى الحلقة الثالثة هذا اليوم بعنوان هل كان محدثاً ويعلم الغيب؟ والحلقة الرابعة في اليوم غد إن شاء الله وفي الأيام التالية هل كان صادق مفوضاً في التشريع له ولاية تشريعية؟ الحلقة الخامسة هل كان حديثه صعباً مستصعبة؟ والحلقة السادسة هل الولاء لأهل البيت ركن من أركان الإسلام؟ الحلقة السابعة والأخيرة هل كان الصادق يمارس التقية في الفتية والجرح والتعديل؟ نطرح هذا الموضوع في الحقيقة من أجل محاربة الغلو لأن الغلو في الأئمة وفي أي شيء يفرق المسلمين ويجعل من يعتنق ذلك الغلو يعني ديناً مستقلاً يبعده عن أن يكون مذهباً مثل المذاهب الإسلامية الأخرى المقبولة والمعقولة في إطار الإسلام أما عندما نغالب الأئمة فإن ذلك يخرجنا عن دائرة الإسلام ويدخلنا في دائرة الشرك والعياذ بالله أو دائرة المفاهيم البعيدة عن الإسلام وطبعاً المذاهب الإسلامية المعتدلة هي التي تدور في إطار القرآن الكريم فأي فكرة خارج إطار القرآن تعتبر غلو ولذلك نحاول أن نبحث اليوم أنه هل كان محدثاً ملاكة تنزل عليها وكان يعلم الغيب كما يقول الغلات الذين نحاول التبرؤ منهم إن شاء الله فإذن هل كان الصادق محدثاً ويعلم الغيب في ظل افتقاد الإمامية كما تحدثنا في الأيام السابقة الإمامية فرق عديدة وليست فرقة واحدة فيهم المعتدلون وفيهم المغالون المعتدلون يعتقدون أن الأئمة هم رواة أحاديث عن النبي فقط ليس أكثر من ذلك المتطرفون والغلات يعتقدون لها الأئمة مثل الأنبياء بمنزلة الأنبياء وبعضهم اعتقد أنهم فوق الأنبياء فهذا نوع من الغلوب اللي خرجنا عن الدين بحقيقة هي سلسلة مقولات يعني أفكار فرضية أو نظرية نظرية تجر نظرية فرضية تؤدي إلى فرضية ووهم يؤدي إلى وهم ونقع فيه العالم الخيال والمثال والغلوب تحدثنا في الحلقتين السابقتين أنه هل كان إماما معين من قبل الله طبعا لا هل كان حجة من الله الله معين حجة ما معلومة الشيعة لا أدنا أي دليل عليها فمجرد أقوال دعاءات تنسب إلى الباقر والصادق أنه نحن محجج الله طيب شنو دليلكم من أنتم كيف أصبحتم حجج يعني من أسماكم من عينكم من نصبكم كل هذا ما موجود باعتراف الشيعة الإمامية أنه ما موجود أدنا أدلة على ذلك في ظل افتقاد الإمامية للأدلة الشرعية الكافية على كون جعفر الصادق أو غيره من الأم هو الحجة المعين من قبل الله تعالى لجأ الإمامية إلى الدعاء ألم الإمام بالغيب أنه هذا صحيح ما علي نص ولكنه كان يعلم الغيب وقدرته عن الإتيام بالمعاجز هم يعلم غيب هم يجيب معاجز وادعى مثلاً هشام بن الحكم هذا اللي هو منظر النظرية الإمامية بالحقيقة فإلى سوف النظرية الإمامية نقدر نسميه كان معاصر الإمام الصادق اسمه هشام بن الحكم ادعى هذا الشخص أنه أجرى مناظرة حول الإمامة مع رجل شامي من هو هذا رجل ما يقول لنا بدون اسم يعني في حضرة الإمام الصادق في حضوره يعني جرى حوار بينه وبين رجل شامي على حرف جبل في طرف الحرم وأن رجل شامي سأله عن الحجة بعد القرآن والسنة فقال له هشام هذا الجالس هذا الحجة يعني أبا عبد الله الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن أبن عن جد فقال شامي وكيف لي بعلم ذلك انت قاعد تدعي الدعاء اشتون أعرف الشيء هذا قاله شام سأله عما بدلك اسأله هو إجابك فقال له أبو عبد الله هذه الرواية الموضوع المزورة المكذوبة على الإمام الصادق فقال له أبو عبد الله أنا أكفيك المسألة يا شامي أخبرك عن مسيرك وعن سفرك خرجت يوم كذا وكان طريقك كذا ومررت على كذا ومر بك كذا يعني الإمام الصادق يعلم ألم الغيب هذا دليل إمامته طبعا هذا سطورة واحد مألفها ودينسيبها للإمام الصادق إشان نصدقه إحنا فأقبل شامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صادقته والله فإذن ثبتت إمامة الإمام الصادق لأنه كان يعلم ألم الغيب كان مرافق هذا الرجال من الشام إلى مكة هذه الرواية موجودة في الكلين كتاب الكافي كتاب الحجة باب الإضطرار للحجة حديث رقم أربعة والمفيد أيضا يجي ينقلها بعدين في كتاب الإرشاد صفحة 278 و 289 ينقل هذه القصة حتى يثبت أن الإمام الصادق كان إمام معين من قبل الله وقال عمار الصاباطي أيضا هذا واحد معاصر كان من أصحاب نظرية الإمامة يقول سألت أبا عبد الله عن الإمام يعلم الغيب لأنه نعتقد بهم هذا الإمام يعلم الغيب فقال لا ولكن ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك شلون يعني يعني صار يعلم الغيب إذن أولا شيء يقول لا بعدين يقول نعم إذا أراده يعني بطبيعة ما يعلم بس وقت ما يريد الله سيعلمه هذا غلو وأن الإمام وأن الإمام إذا شاء أن يعلم علم إذا يريد فالشيء يعلم مثلا يصور فالشيء يجعر في أمريكا في كندا في مكان ثاني مثلا في نفس اللحظة العلم يجي عنده يعني نزل عليه وحي يعني وعن سيف التمار كل منذولا أصحاب نظرية الإمامة وعن سيف التمار قال كنا مع أبي عبد الله جماعة من الشيعة في الحجر قاعدين في الحجر حجر الكعبة يعني حجر إسماعيل فقال علينا عين شوفوا الرايش نوم متناقضة هنا الإمام بي يشوف يقول ألينا جواسيس يسمعونه ولا لا فقال علينا عين فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحدا فقلنا ليس علينا عين ماكو أحد فقال ورب الكعبة ورب كذا ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما صار أعلم من أبي موسى ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر عليهم السلام أعطي المما كان ولم يعطي ألم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله وراثة شوفوا واحد لو شوي ينتبه للرواية هو ما يعرف أكو حواليه جواسيس لو ما أكو فيسألهم أكو جواسيس حوالينا قالوا لا التفت ويمنا ويسرق قالوا أنا ما أكو جاسوس وبعدين شي يقول أنه أنا أندي ألم الأولين والآخرين ما كان وما يكون وما هو كائن شونه الكلام هذا هذا الرواية نفسها ترد نفسها بنفسها يعني تنقض نفسها بس يجيبوها لها الأساطير ما يلتفتون إلى أحيانا هذا كله بالكافي والمصادر كلها موجودة في نشرتنا في أسفل هذه المقالة وموجودة في كتابي التشيء السياسي والتشيء الديني فصل الخامس كلها اللي بحثها موجودة ورواوا الإمامية عن أبي عبد الله أنه قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم ساعة بعد ملايين سنين مليارات سنين الله أعلم كل شي راح يحدث بالدنيا حين نعرف شي راح يصير وما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء وبعد الشيء إلى يوم القيامة زي أن نبي محمد ما كان يعلم علم الغيب شلو عندنا صرت أعلم من نبي محمد هذا الغلو يخرجنا عن الدين حقيقة ويفرق المسلمين وفي رواية أخرى أني لأعلم ما في السماواتي وما في الأرض مو بس بالدنيا حتى بالسماوات بالسماواتي والأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون قال الراوي ثم مكثه نيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه صاف الشيء صعب هذا حين ما يتحمل الكلام فقال رقعها يعني بعدين قال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء يعني فيه تبيان كل شيء من الأحكام الشرعية من العقائد ليس بالدنيا وما سيحدث في الدنيا اليوم القيامة هذا تأويل تعسفي وما أعرف إمام صادق يقول الكلام أستبعت جدا بس ينسبوه ينسبوه لكلام هذا حتى لو قاله هذا قولهم بدون دليل وقالهم تعسفي ما يمكن نقبله من أحد يخالف القرآن يقول النبي أنت ما تعلم المنافقين اللي حواليك بالمدينة كسم تعرفهم وكسم ما تعرفهم فشلون هذا الشخص يجي يقول لك أنا إمام وعند علوم الأولين والآخرين هذا تفخيم وبالتالي من يعتقد بذلك سوف يعني يكون ويؤلف دينا جديدا بالحقيقة وقال محمد بن مروان أن أبا عبد الله قال أن الإمام لا يسمعه في بطن أمه هو بعد ما متكون شلون يسمع فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عمودا من نور إذا صار هو إمام الله خليه له فالعمود نور يقوم يشوف الدنيا كلها مثل أشعة ليزر يعني فيبصر به ما يعمل أهل كل بلدة يشوفهم كلهم أقمار صناعية شنو يعني وإذا قام بهذا الأمر رفع الله له في كل بلدة منارا ينظر به إلى أعمال العباد هذا نيو محمد ما كان يسويه ولا أحد من الأنبياء السابقين فشوفوا شلون الناس جايين يفتعلون هالقصص والحاديث ويكبرون من الأمي يغالون فيهم هالغلات وبالتالي تصبح أقائد الآن روحوا بالنجف أسألوهم أسألوا الشيوخ المراجع يقولوا إيه صحيح 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 يدلعي بحث شوي في الموضوع دقيك ابحث تأكد مو تجي ترويه الأشياء على المنابر وتكتبهم بلكتب وما عندك علم فيها ولا محقق ولا مذكر ويبدو التلازم بين دعوة الإمام الإلهية أنه هذا لازم إمام من الله معينه شلون ما عنده علم ما يصير فلازم يسويه له علم يعني القول بأن هذا إمام معين من قبل الله يؤدي إلى هاي النظرية أنه هذا لازم أنت ألم من الله أيضا فأكت لازم بين دعوة الإمام الإلهية ودعوة ألم الغيب واضحا في الروايات التالية خلي نشوفها التي يرويها الكوليني عن أبي عبد الله أنه قال أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه هذا شلون إمام ما يعرف إيش رح يصير به وإيش رح يصير بالدنيا فمو معقولة وإن الله أكرم وأرأف وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساءا فلازم أنت تقارير تجيني يومية كل صباح و بالليل ومني قال لك معي من قبل الله مني قال لك هذا الإمام معي من قبل الله فبس أكت لازم يعني ميسي لما واحد تورط فتورطة قال فتكلام أنه هذا الإمام معي من قبل الله فلازم يجيب لألوم أيضا من الله صباحا ومساء تقارير تجي يومية وأنه قال عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد الألم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم ميسير ممعقولة لازم الله يطيهم ألم فشوفوا المقولة الأولى أنه الله معينهم فإذن لازم الطيوم ألم ومن هنا شوفوا هالروايات صدقوا بها مشايخ الطائفة الإمامية الأثنية عشرية ومن هنا قال الشيخ المفيد في كتاب الثكلان عنده كتاب اسمه بعد بحث موضوع اشتراط الأسمة في الإمام قال الإمام لازم يصير معصوم عن الرئيس الحاكم السلطان لازم يصير معصوم وإذا ثبت قال إذا ثبتت هذه الأصول وجب إبانة الإمام من رأيته بالنص عليه شونا نعرف الإمام أول شيء سوي نظرية لازم الإمام معصوم فإذا قلنا أي نعم الإمام يجب أن يكون معصوم أي رئيس يعني في العالم فلازم نعرفه كيف نعرفه بالنص عليه إذا ما في نص الألم المعجز الخارق للعادات أنت ألم معجز وخارق للعادات ما أحد ما يعرف مثله إذ لا طريقة إلى المعرفة بما تجتمع له هذه الصفات إلا بنص الصادق عن الله تعالى أو المعجز لاحظوا كيف نتبهوا إلى كلام الشيخ المفيد يقول نحن ما يمكن نعرف الإمام اللي بهذه الصفات هالصورة المثالية الخيالية اللي سوناها إلى إلا بنص من الصادق عن الله النبي أو الإمام اللي قبله وإذا ما فيه أو المعجز فصحنا هذا دليل الإمامة الأجاز وهذا فشي وهمي خرافي أسطوري ما إلى حقيقة لا أتم معجز ولا هم يحزنون وقال سيد المرتضى في الشافي عند كتاب اسم الشافي بعد بحث موضوع الأس ما نفس الشيء يقول إذا ثبت ذلك وجبت إبانته بالنص أو المعجز وقال الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي إيجاب النص على الإمام أو ما يقوم مقامه إما أكون نص إيجاب النص على الإمام أو ما يقوم مقامه إذا ما عندناه طبعا أكثر كل الإمامات وعليهم نصوص أو ما يقوم مقامه من المعجز الدال على إمامته يعني شوء يصير الإمام لا علي ناص ولا عدم عاجز ولا يعلم علم الغير يصبح إنسان عادي وهو إنسان عادي في الحقيقة ما عندنا لا معجز ولا نص ولا ألم غيب ولا مهزنون بس هاي في الخيال يسوونها للنظريات هذه ويضيف الشيخ الطوسي بعد ويقول ولا بد مع صحة هذه الجملة إذا أحنا يعني سلمنا به الموضوع من وجوب النص على الإمام بعينه لازم أكون نص عليها وإذا ما أكون نص شنسو يا شيخ الطوسي أو إظهار المعجز القائم مقامه عليه لازم أندفذ معجزة حتى نقدر نعترف أنه هذا إمام وقال العلام الحلي في نهج الحق إن طريق تعيين الإمام أمران النص من الله تعالى أو نبيه أو إمام ثبتت إمامته بالنص من قبل يعني هاي طريق النص يعني أو ظهور المعجزات على يده طبعاً طبعاً رحوا وبحثوا التاريخ شوفوا تاريخ الأم ماكو أي واحد علي نص بالإمامة فقط الإمام علي علي نصوص خفية ومو جلية مو واضحة وصريحة بالإمامة بفضل الإمام علي أما بقيت الأمة يبدأوا من الحسن والحسين وزين العابدين يقول ما عندهم أي نص بالإمامة نص صريح وقوي وثابت ما في أي نص فشي سوون لازم يفتدعون في شي دليل جديد حتى يكونوا هالنظرية ويركبوها على هؤلاء الأشخاص اللي يسموهم أئمة فيقولون المعجز عندهم معاجز وعنده ألم غيب وعنده كذا وسنجي على المحدث النصوص كلها ترى المصادر كلها موجودة من كتاب الكافي وغيره هل كان الصادق محدثا يعني الملائكة تنزل عليها تحدث نزع لي وحي يعني وكما ابتلي الإمام محمد الباكر بالغلات الذين نسبوا إليه القول بنزول الملائكة وتحدثهم معه روايات عديدة يرويها الكافي أيضا ابتلي ابنه الإمام الصادق بذلك أيضا حيث نقل الغلات عنه أنه قال مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث فأما الماضي فمفسر وأما الغابر فمزبور وأما الحادث فقدف في القلوب قدف في القلوب يجي ونقرم في الأسماء وهذا الوحي الوحي الأنبياء شنو كان لو بالحلم لو في الشيء الهام يجي وهو أفضل علمنا هذا صار مثل النبي يعني بس يضيف ولا نبي بعد نبينا ما أنت صرت النبي إذا الكلام على هذا صحيح يعني ما مصادق هذا صار النبي يعني شون الفرق عن النبي دين جعله وحي يعني وأنه أجاب الحارث ابن المغيرة عندما سأله قائلا أخبرني عن ألم عالمكم أنت شلون ألمكم من وين يجي ترحون مدرسة تتعلمون ولا من وين قال وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي قال الحارث إننا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم أنه سامعين يعني إشاعات أو ناس يقولون أنه يجيكم نكت في القلوب وهذا فقال أو ذاك يعني إيه مثل هذا تقريبا ما قاله بصراحة قال له إيه مثل هذا أو ذاك وزعم أبو حمزة أنه سأل الصادق عن الألم أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه كتب أدكم يعني فتعلمون منه فقال طبعا هذه روايات أدني المغام الصادق يقول ما عندي شيء إلا روايات عن أبائي وأجدادي هنا دول الغلاد يفتعلون روايات كاذبة وينسبوها للإمام الصادق يقول له الأمر أعظم من ذلك وأوجب أما سمعت قول الله أزوجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان طب هذا الله لخاطب النبي أنت شلون طبقت نفسك ويا النبي مثلا قد كان في حال لا يدري ما الكتاب النبي ولا الإيمان حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب فلما أوحاها إليه علم بها الألم والفهم وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء مو بس النبي الله يعطيها أي واحد كان وأنا واحد من عدهم يعني فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم يفتهم كل شيء يعني دعاءات فارغة بلا أي دليل طبعا وروا سماعة عن أبي عبد الله أنه قال إن لله تبارك وتعالى المين المن أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمنا كل علوم الأنبياء كل جتأدنا وعلم استأثر به هذا أضافي حتى الأنبياء ما منطي الله وعلم استأثر به فإذا بدأ لله في شيء منه أعلمنا ذلك وعرض على الأم وعرض على الأم الذين كانوا من قبلنا علم جديد يجيهم ليس علم اللي كانت عن الأنبياء والملائكة السابقين علم خاص هذا من الله هذا صرف شيء أعظم الأنبياء وكلهم يعني وروا أبو بصير أيضا عنه أنه قال أن الله عز وجل ألمين ألم أنده لم يطلع عليه أحدا لم يطلع عليه أحدا من خلقه وألم أن نبده إلى ملائكته ورسله فما نبده إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا هذا قليل الموضوع قال علم الأنبياء والمرسلين أما ألم الخاص لا هذا أند الله باقي وزعم أبو بصير أن الصادق أكد له مرافقة الروح للأئمة الأئمة روح القدس يجيو وإنبي عيسى الأئمة أدن فتشي اسم الروح وإياهم وهو خلق من خلق من هو هذا الروح شن هو هذا الروح وهو خلق من خلق الله أزوجل أعظم من جبرايل وميكايل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده وهو مع لعيمة من بعده شنو هذا هذا خيال خيالات حقيقة عجيبة غريبة شنو أعظم من ميكايل وجبرايل ومع النبي ومعاك أنت شنو هذا شنو دليلك يعني واحد يقعد يتخيل يسوي روايات روايات يعني خيالية يكتبها الشكل دول الولايات كل هذا شغلهم ونقل آخرون عن الصادق أنه قال منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء وأنه لفينا هاي الروح داخل لفينا فإذا هو صعد علم الأولين والآخرين وقال في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الروح كل الروح من أمن ربي يسأل الله ما جاوب يسألونك عن الروح كل الروح من أمن ربي خلاها مسألة غامضة لا تحكي عنها بتفصيل بس هنا يجي الحديث عن إمام الصادق ينسبون طبعا إلى أنه يجي فسر إمام خلق أعظم من جبرايل وميكائي ولم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد هذا حتى مع عيسى ما كان موجود بس محمد وهو مع الأئمة يسددهم وليس كل ما طلب وجد أو وجد هذا اللي بيئة موبوءة كانت من الغلاة كانوا يسعون يعني نظريات مغالية منحرفة عن الدين وينسبوها لأهل البيت افترى بعض الغلاة على الإمام الصادق فنسبوا إليه القول بتحريف القرآن من أجل إثبات دعوة تحدث الملائكة معه وأنه قرأ الآية التالية هكذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث أضاف عليها وعرف المحدث شنو هذا المحدث منه هو بأنه الذي يسمع الصوت ولا يرى الشخص يسمع الملائكة يعني بس ما يشوف الملائكة ويعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام ملك زين زين شون عرف هذا ملك ليس شيطان يتكلم براسك يقول هذا يعت سكينة وقار وكذا وبعدين يعرف أنه هذا ملك يعني ونقل الغلاة عن الصادق دعوة تنزل الأمر على ولي الأمر بعد رسول الله وإصراره على هذه الدعوة إلى درجة انتقاد المخالفين لها الذين يقولون مضت ليلة القدر مع رسول الله تنزل الملائكة والروح في زمن رسول الله وخلصت بعد ما تنزل كل يوم أكو الناس كانوا يقولون هكذا فالإمام يقولهم لا يعتبر ذلك فتنة أصابتهم خاصة وبها ارتدوا على أعقابهم لأنهم قالوا لم تذهب فلا بد أن يكون الله عز وجل فيها أمر وإذا أقروا بالأمر لم يكن له من صاحب بد لازم أكون عنده صاحب علي من تنزل الملائكة لازم واحد موجود فهو افترض أنه ذاكي الشخص والملائكة تنزل عليه كله فرضيات في فرضيات دين هذا الدين الوهمي قائم على مجموعة أساطير وخرافات وفرضيات وهمية وأنه استدل بنزول الملائكة في ليلة القدر على وجود صاحب الله على مدى الزمان قال ما يصير مدام ملائكة تنزل في كل ليلة قدر فلازم أكو واحد موجود إمام تنزل عليه من أين جبت الكلام هذا ماتين لا تسأل من بعد وعدم اختصاص صحاب رسول الله هذه طبعا كل الروايات ورمال كلين من أحاديث الغلاة عن الصادق أنه قال أن الملائكة تصافح الأئمة على فرشهم قبل شوية رواية يقول لا لا يشوفهم ولا بس يسمع كلامهم هسا لا يجوون مو بس يشوفهم صافحهم بإيدي يعني أنه قال أن الملائكة تصافح الأئمة على فرشهم وأنهم ألطف بصبياننا مننا بهم حتى يلعبون الصبيان مال الأئمة وأنه ضرب بيده إلى مساورة في البيت مخدات وقال مساورة طالما تكئت عليها الملائكة خطية تعبانين كانوا ذلك الملائكة أجوا وتكوا على هالمخد قاعدوا هنا وربما التقطنا من زغبها أدوم ريش وإحنا التقطت الريش مع الملائكة شو طيورهم والملائكة حتى تلتقط الريش معهم وروا بعض الغلاد تفاصيل عن دعواهم تحدث الملائكة مع الأئمة قام يشرحون أكثر بعد يجيبون وحاولوا أن يجيبوا على تساؤلات بعض الشيعة الرافضين لها قسم كبير من الشيعة قال شنو الكلام هذا مو مقبول هذا مو معقول واحتمالهم كون ما يدعي المحدث معه قالوا إذا هذا الكلام صحيح إمام الصادق يقول أنا محدث محتمل هذا الشيطان دي وحيله وكيف يعرف بأنه ملك وما دي يشوفه مثلا فروا عن أبي عبد الله أنه قال يعطى السكينة والوقاف حتى يعلم أنه كلام ملك من يقول لك لا من يقدر يناقش كل حد من يقدر يرد ويناقش كما أجابوا عن تساؤلات أخرى بتفوق علم الأئمة على علم النبي إن صح الدعوة التحدث إذا الملاكي يحدثون العم باستمرار فرح يجبون علم جديد النبي ما كان عند ذاك العلم وحاولوا أن يحلوا ذلك الإشكال بالقول شلون صار تسرت أعلى من النبي قال ليس يخرج شيء من عند الله عز وجل حتى يبدأ برسول الله اللي هو ميت الآن ثم بأمير المؤمنين ثم بواحد بعد واحد حتى يصل لكي لا لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا ما يصير هذا هذا ما يمر عن النبي هالألم هذا فإحنا صارنا أعلم من النبي طبعا وهو الكلام يؤدي لها الكلام هذا ودعى أبو يحيا الصنعاني أن الإمام الصادق حدثه عن صعود أرواح الأوصياء إلى السماء لطلب المزيد من الألم ليس ينزل عليهم وحي وتنزل عليهم ملائك لا هم ومسعدون للسماء لطلب المزيد من الألم فقال يا أبا يحيا إن لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن فقال جعلت في داك وماذا ذلك الشأن قال يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم اللي هو أنا مثلا يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف به أسبوعا يعني سبع مرات وتصلي عند كل قائمة من قواعم العرش ركعتين ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير ساعد ما زايد ساعد لا يستمعه ويجزيل مو بس ملائكة تنزل عليه وفي رواية أخرى إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بألم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا كان خلص ألمنا بعد ما أدنا شيء جديد وبالرغم من أن هذه المقولة تكاد تشبه دعواء النبوة وأكثر من النبوة إلا أن هؤلاء الغلات حاولوا التخفيف من وقعها فنقلوا عن الإمام الصادق أنه قال الأئمة بمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي النبي كان مفتوح عنده فأما ما خلى ذلك ما خلى مسئلة النساء يعني فقط أربعة ميسر أكثر فهم فيه بمنزلة رسول الله وإنما الوقوف علينا في الحلال فأما النبوة فلا آية المام الصادق يقول ترى أنه مو النبي يا به وقد رد الإمام الصادق على هؤلاء الغلات بالقول إن الله عز وجل عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبدا وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السماوات والأرض ونبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه زين لسا خلي هذا الحديث الأخير ينفي هالأشياء لأني بس الأحاديث مع الغلات اللي هي منتشرة على الآن منتشرة حتى بعض المراجع من يدعون المرجعية الآن أنا عرفهم بأسمعهم وكاتبي بكتبهم وإن شاء الله أحدثكم بأسمعهم وأسمعوا كتبهم في المستقبل هذول الغلات مصيبة هذول يخلقون دين جديد يخرجون الشيعة من الإسلام بعدين يجون الوهابية والسنة مثلا يقولون أنت الشيعة مو مذهب مو مذهب إسلامي أنت صرتوا دين آخر مستقل طبعا عامة الشيعة ما يعرفون هالروايات ولا يؤمنون بيها وربما يمكن ولا سمعين بيها بس هذي الروايات الشيخ عبد الحليم الغزي يمكن يعيدها وينشرها لأنه ما يحقق ولا يبحث ويصدق بسرعة هالروايات كلها مروية عن الباكر والصادق يعني ما أدرشتون لو افترضنا الباكر والصادق قال هالكلام وهذا بعيد جدا أستبعد تماما لو افترضنا الباكر والصادق كلها الروايات صحيحة منسوبة إليه يعني احنا نقول لأنت ده تجيب جين جديد هذا مو مذهب ما صار مذهب هذا جعفري وانت أكل كلامك بدون أي دليل كلها كلام أنه أدن معاجز تنزل عليهم ملائكة يشوفون يصعدون ينزلون ثم شنو دليلك على ذلك عند القرآن نيو محمد كان يقول الوحي ينزل علي شنو دليلك سألوه أهل المشركين والأهل القريش شنو دليلك شنو نعرف أنت نبي قال هذا القرآن عندي معجزة القرآن الخالدة زين شنو معجزة دليمان باكر ومعجزة دليمان الصادق تكلم الحجر الأسود معاه مثلا ولا ما أدري معجزة أم أم عمار الوالبية ما أدري منه هذا أني حشيات تركوا لي ما لهم دليل وما يشكل لا مذهب ولا دين هنا ناس يعني أنا مرة أخرى أؤكد أنه كل هالكلام مكذوب وهذا الكافي مملوء من هالأكاذيب مملوء من هالأكاذيب بس العتب مو عن كافي العتب على الناس اللي يجيون الآن بعد 14 قرن ويصدقون هالروايات وينشروها ويعيدوها ويؤمنون بيها وبالتالي يخلقون نوع من التطرف عند الشيعة وهذا التطرف يخرج الشيعة يقسم الأمة الإسلامية ويخرج الشيعة عن الإسلام وبالتالي يعتماد بيد المتطرفين والدواعش لكي يجون ويقتلون الشيعة ويكفروهم يقولون أنتم دمكم حلال ونسوانكم حلال وأنتم صرتوا كفارهم مشركين طبعا هذا ما يصير موجوز ولكن هذا هذا الكلام هو الذي يعطي المبررات ويجب على العلماء في الحوزة حوزة الألمية مو الحوزة الأمية أن تجتهد تصفي وتنتقد وترفض هذه الخرافات والأساطير المنسوبة لأهل البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا